السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حبيبي عاملين ايه? يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة بقى هنحضر سوس شوكولاتة لتزيين الكيك والايس كريم والدوناتس. بنستخدم السوس ده في حاجات كتير. هنحضره النهاردة بطريقتين. اه واحدة بالحليب البودرة والتانية بدون حليب بودرة زي ما انتم طلقتوا مني بالزبط. هنعملهم بطريقة سهلة جدا ومش هنستخدم فيهم المضرب الكهرباء ولا حتى المضرب اليدوي ولا الخلاط. هنحضرهم بطريقة سهلة جدا وبسيطة. وكمان هنستخدم سكر حبيبات يعني لفهاز سكر بودرة. هنحضرهم بمنتهى السهولة. تابعيني بقى. اه وحطيلي لايك للفيديو. اول حاجة معي طوصة كده تنفع تتحط على النار. حطيت فيها نص كباية من السكر الحبيبات. وضفت عليهم تلت كباية من الكاكاو الغير محلع. الكاكاو المر. قلبت المكونين دول مع بعض كده كويس. اه بالمضرب اليدوي او حتى اه بالمعلقة. احنا مش هنستخدم اه مضرب كهربا ولا يادوي ولا حتى خلط زي ما اتفقنا. ضفت عليهم نص كباية من الحليب. ودي الكباية اللى انا عيرتي بها السكر والكاكاو. نفس الكباية. ضفتهم كده وابتديت ان انا اقلبهم على الابارد. هقلبهم كويس جدا لغاية ما يوصل معي الخليط آآ سايل. السكر يكون داب والكاكاو والحليب التلاتة يكونوا سايلين بالشكل دوة كده. وبعد كده بعد ما وصلت القوام دوه هروح بقى على طول ارفعهم على النار رفعتهم على النار وابتديت ان انا اقلب عليهم النار متوسطة اه لمدة تلات دقايق وهفضل اقلب فيهم لغاية ما القوام بتاعهم يتقل شوية يعني هسيبهم على النار حوالي تلات دقايق زي ما قلت لك واهم حاجة النار تكون على نار هادية علشان ما تتلساش مني لغاية ما نوصل للشكل دوه خلاص دلوقتي هطف النار وتعلي بقى نكمل باية الخطوات بتاعتنا اولا نزلتهم من على النار بقى حطت لهم اه مقعب كبير من الزبدة بما يعادل خمسين جرام معلقة كبيرة كده وابتديت ان انا قلبها طبعا السوس عندي سخن فالزبدة هتسيح بمنتهى السهولة هقلبها كويس كده حد ما اتأكد ان هي ساحت وبعد كده هضف لها بقى مقعب كبير من الشوكولاتة الخام طبعا ممكن تستغني عنه الشوكولاتة اللي انا استخدمتها شوكولاتة درج خام اه حطيه بمقعب واحد عشان ده يعزز الطعم بتاع اه اه السوس بقى نص كباية من الحليب البودر اه وهقلب كويس كده وهطول بالي بقى لغاية ما الحليب البودر يدوب كله والحليب البودر هنا دوره ان هو يدي طعم حلو للسوس وكمان يخلي القوام تقيل يعني لازم تحطي الحليب البودر ده عشان هو اللي هيخليلك اه القوام بتاع السوس اللي انت عاوزاه وكمان زي ما قلتلك بيدي طعم جميل جدا وغني للسوس بيطلع السوس طعمه مميز جدا قلبت كويس جدا كده وتأكدت ان كل المكونات دابت دلوقتي بقى هضيف اه اه اربع معالي كبار من الاشطا وهقلبها كويس جدا وده كان اخر مكون عندي وخلاص كده سوس بتاعي جاهز وده اول سوس معي وده بيكون شكله خفضي كده بقى واسيبه لما يبرد وبعد كده ادخله التلاجة لمدة ساعتين واقدر ان انا استخدمه اه فاي حاجة انا عايزاها زي ما قلتلك اه اه تزيني بيها كيك او ايس كريم او دونتز اه هنحضر بقى السوس التاني محتاجين كوباية من السكر ولازم هنا السكر يكون حبيبات فتحة يعني سكر ابيض ونضيف لي نص كوباية من الككاو الغير محلة علشان احنا حاطين كوباية من السكر هضيف كمان معلقتين كبار من كريم شانتي او كريم اه دريم اه وهضيف كمان معلقتين صغيرين من النشا الابيض هقلب المكونات دي كلها مع بعض دي كل المكونات الجفة اه اللي انا حضر بها السوس هقلبها كويس جدا بحيث كل المكونات اه تختلط ببعض كويس معايا كوباية نص من الحليب السائل وهنقلب كويس جدا كده على البارد وبعد كده هنروح نرفعه على النار اه رفعته على النار طبعا النار اه هادية وهبتدي ان انا اقلب كده تقليب مستمر مش هوقف تقليب خالص علشان النشا احنا حاطين معلقتين نشا عايزينهم اه يخلوا القوام تقيل وفي نفس الوقت ما يكالكهوش فادلت اقلب على النار كده لمدة 3 دقايق لغاية ما ده بيكون الشكل بتحسي كده ان هو تقل وبقى شبه البودنج شوية لسه مستمرة في التقليب لغاية اه ما اللي نشا يستوي كويس علشان طعمه ما يبينش في السوس خلص كده استوى نزلته ملعة النار وده بيكون القوام بتاعه هنكمل بقى 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 المكونات بتاعتنا اللي هي عبارة عن معلقة كبيرة من الزبدة 50 جرام هقلبها كويس كده اه لحد مكدوب طبعا يفضل الزبدة تكون غير مملحة ومعي كمان مكعب من الشوكولاتة اه ده بيعزز الطعم قوي طبعا ممكن تستغني عنه لو مش متواجد مكعب شوكولاتة واحد 20 جرام وهقلب كويس طبعا اه احنا السوس بتاعنا سخن فالشوكولاتة والزبدة هيسيوه بمنتهى سهولة اخر مكون عندي هنا القشطة وده بيكسر حدية السكر اللي احنا حطينه الشوكولاتة وبيدي طعم كمان حلوة اول السوس زودت اربع معالي كده صغيرين او معلقتين كبار بما يعادل نص كبيرة قلبت كده السوس كويس جدا دغاية ما كل المكونات دابت والاشطاء اختفت تماما وده بيكون شكل السوس وبعد ما اتأكدت ان كل المكونات دابت معي جبت بقى الحاجة اللي انا هفضل السوس فيها واسيبوا يبردوا بعد كده ادخلوا التلكة سوس صحل جدا يا جماعة وسريع وطعمه في منتهى الجمال وما استخدمناش المضرب الكهرباء ولا الحلاط تقدري تحضري في دقيق طعمه في منتهى الجمال ان شاء الله تجربي السوس ذا ويعجبك وما تنسيش بقى لو اول مرة بتشوفينا نزلي تحت واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك اشعر بكل وصفاتي وما تنسيش اللايك حطي اللايك للفيديو ويا رب الطريقة الكون سعلى وبسيطة عليك ويكون عجبتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة